باستثناء هذه اللافتة من تدل على مجمع محافظة يدخل عام خثاني من الفراغ والتوقف عن العمل ليس طبيعيا أو وضعا طارئا هذا التوقف الذي تشهده مكاتب السلطة المحلية بالجوف لكنه العجز عن سداد النفقات التشغيلية ومستحقات المدرجين ضمن سجلاتها يعلل المعنيون ذلك بعدم صرف الحكومة الشرعية لمرتبات موظفي المحافظة بسوة بالموظفين في بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية محافظة الجوف محافظة محررة من عام نهاية 2015 في 18-12-2015 وما زالت محافظة محرومة كأنها تعامل غير محافظات محررة موظفي المحافظة بدون مرتبات لأكثر من 19 وتابعنا وتواصلنا كثير وقية السلطة المحلية التابع باستمرار إلا أن الحكومة لما تقوم بصرف مرتبات المحافظة إنه الخروج الكلي لسلطة المحلية عن الخدمة وغياب مستحقات موظفيها الذين تفاقمت معاناتهم اليومية وتأرجحت بين الوعود الكثيرة للحكومة بصرف المرتبات وفقدان الثقة بها وسلطاتها المتعثرة وقد سمعنا تصريح من معالي وزيرة رئيس الوزراء بن دغر يقول المعاشات تصرف لمحافظة المحررة ونحن محافظة الجوة أصبحت اليوم محافظة محررة ولم نستلم فلماذا هذا الإهمال من قبل الحكومة؟ بين وعود الحكومة وعجز السلطة المحلية عن توفير مستحقات الموظفين تتجلى صورة الواقع السيء وما آلت إليه الحرب من ضياء وخدلانات أقل غياب المرتبات كأقل ما يجب أن توفره الدولة لرعاياها علي الجرادي قناة بلقيس الجوف ترجمة نانسي قنقر